موسيقى في لحظات الفوت الفنش الأخيرة والتي شهدت تحديات وتغيرات كبيرة مع خط النهاية لعامر بن راشد والرأي المري انتزعت الناموس بسبع دقائق وثلاث ثلاثين ثانية وسبع اجزاء من الثانية لتهدي أهالي المملكة أول انتصارات الصباح أما الشوط الثاني ذهبت مع رسل محمد بن أحمد بن منانة تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار وسلام يهالي زعبيل وهالي مرغم بسبع دقائق وثلاثين ثانية وثلاثة اجزاء من الثانية لتنتزع الناموس أما الشوط الثالث مشاهدين الكرام كان هملول بدون أي تعليمات منتزع الناموس المحليات الأصائل لهادي بن عبدالله بن ركاض العامري حيث قطع المساة بسبع دقائق وثلاثين ثانية وسبعة اجزاء من الثانية السلام على هذا الفوز والانتصار وسلام عناوي سلام أما الشوط الرابع ذهب إلى هالي الساد حيث كانت بوابة هدعش حاضرة في تحديات الصباح بسبع دقائق وثلاثين ثانية ثمانية اجزاء من الثانية مع صايب لحمد بن سيف بن عيف العامري الشوط الخامس الحذرة في انطلاقات المحليات الأصائل لهادي القوع كانت حاضرة بسبع دقائق وثلاثين ثانية بالوفاء والتمام والكمال تهنيني أبو محمد على هذا الفوز وسلام له للقوع سلام أما الشوط السادس كانت مزون علي بن سعيد بن مطوع الاكتبي حيث انتزعت الناموس وسجلت توقيت أفضل في هذا الصباح بسبع دقائق وثلاثين ثانية وجزء واحد من الثانية تعلين ناموس وسلام لهالي الهيار سلام على هذا الانتصار الشوط السابع يتيزناتي لمالك سليم بن محمد الغيلاني منتزع الناموس بسبع دقائق وثلاثين ثانية وجزءين من الثانية أما الشوط الثامن يأتي الخطاف ليخطف ناموس هذا الشوط لمالك سليم بن حمد بن سليم الاكتبي بسبع دقائق وثلاثين ثانية وأربعة أجزاء من الثانية مهديا أهالي المدام هذا الانتصار أما الشوط التاسع نذهب إلى دستور لراشد بن سعيد بن سيل بالدليوي منتزع شوط المحليات الاسائل بسبع دقائق وثلاثين ثانية وتسعة من الأجزاء من الثانية تهانينا على هذا الفوز والانتصار مع فكتري تيم شوط العاشر يأتي دور الضبي أو الضبي لمالكها هجن السيلية المملوكة لعبد الله بن سعيد العيدة تهانينا وناموس وسلام لها لقطر سبع دقائق وثلاثين ثانية وثمان أجزاء من الثانية أما الشوط الحادي عشر يأتي دور السائحة فارس بن عبد الله الدرعي حيث قدم السائحة بسبع دقائق وخمسة ثلاثين ثانية وجزء واحد من الثانية تهانينا وناموس وسلام لهل القوع السلام أما الشوط الثاني عشر الحذر يأتي العبيد بن محمد بن حمد الدرعي منتزعا كذلك هذا الفوز بسبع دقائق وثلاثين ثانية وسبع أجزاء من الثانية تهانينا وناموس وسلام لها للقوع السلام أما الشوط الثالث عشر يأتي موادع لمالك سالم بن سعيد البثرة الخاطري تهانينا وناموس سبع دقائق وستة راثين ثانية ستة أجزاء من الثانية هنا خاتما أشواطنا المفتوحة أما بعد ذلك نذهب لأشواط الانتاجي والمنتجين عصرية في الصباح أدت هذا هذا الجميل لهالي العوير لعبد الله بن عبيد بن حمدان تهانينا وناموس سبع دقائق وسبع ثلاثين ثانية وثمانة أجزاء من الثانية تهانينا على هذا الفوز وسلام إلى هالي العوير سلام أما الشوط الخامس عشر تأتي مراسيل لمالكة محمد بن أحمد بن منانا ليضيف نقطة ثانية هذا الشعار مع لحظات الوصول والفوتو فونش سبع دقائق خمسة ثلاثين ثانية وستة من الأجزاء من الثانية تهانينا بمنانا وسلام إلى زعبيل سلام عم الشوط السادس عشر يأتي مرفوق لمالكة هادي بن أحمد بالثيمة العامري للعين ونواحيها والطوية سبع دقائق سبع ثلاثين ثانية وسبعة أجزاء من الثانية تهانينا على هذا الفوز المستحق الشوط السابع عشر قريتي الفارس لمالكة أعلي بن سعيد الهاشمي ليهديها للسلطن هذا الانتصار سبع دقائق خمسة ثلاثين ثانية وتسعا من الأجزاء من الثانية الضبي في الشوط الثامن عشر راشد بعبيد بن حليس الوهيبي حقق الانتصار والمركز الأول بسبع دقائق وسبعة ثلاثين ثانية وجزءا وحيدا من الثانية أما الشوط التاسع عشر تأتي خود لمالكة أعلي بن سليم العويسي مهدي الفوز والناموس الهالي السلطن بسبع دقائق واربعة ثلاثين ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية زعفران في الشوط العشرين لمبارك بن يمع بن مغير الخيلي مهدي الفوز الهالي بوسامرة بسبع دقائق واربعة ثلاثين ثانية وسبعة أجزاء من الثانية الشوط الواحد والعشرين متعب لمبارك بن يمع بن مغير يضيف نقطة ثانية أخوه بالعام الماضي حقق رمز في ميدان المرموم نفس السلالة ونفس المسيرة سبع دقائق خمس ثلاثين ثانية واجهز واحد من الثانية وسلام لهالي بوسامرة للمرة الثانية اما الشوط الثاني والعشرين سرابة لمالك محمد بن سلطان بن ميثان القمزي مهديا للفوز والنموس الهالي السمحة بسبع دقائق سبع ثلاثين ثانية واربع اجزاء من الثانية الشوط الثالث والعشرين الغزيلة حمد بن معيوف الدرعي سلام وتحية لهالي القوع سبع دقائق سبع ثلاثين ثانية وثمان أجزاء من الثانية أما الشوطن الرابع والعشرين ياتي الحنيش صقر بن مسلم الغفلي منتزع للناموس ومهديا لها للسلطنة سبع دقائق سبع ثلاثين ثانية واربعة أجزاء من الثانية أما الشوط الختام كان الواضح لجمال بن راشد بن كاسب المسافري منتزع ناموسي هذا الشوط ومهديا لها لراس الخيمة هذا الانتصار سبع دقائق أربعة ثلاثين ثانية وستة أجزاء من الثانية تهنين ناموسيا بن كاسب وتهنية على فوز الواضح بختام انطلاقات سباق هذا اليوم إذن مشاهدين الكرام كانت هذه النتيجة حاضرة في أجواء كرنفالية في صباح هذا اليوم ساعة الواحد ونصف لنا لقاء بإذن الله تعالى مع هجن أصحاب السمو الشوخ في متابعة سن الإذاع إلى نحين ذلك الموعد نتمنى لكم موقعات سعيدة من مخرج هذا السباق وليد البارودي وطاقم العمل الفني جميعا إلى اللقاء اشتركوا في القناة